اشتركوا في القناة أن يصرف عنا وعنكم كل شر وداء وسوء ومرض وجبن وكيد وحسد وأن يبعد عنا وعنكم المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام ويجعلنا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته من العاملين كنا قد وصلنا إلى الآية الرابعة في تلاوة سورة الصف ونبدأ اليوم إن شاء الله حتى نصل إلى الآية السادسة من هذه السورة وأتمنى أن تنتبهوا إلى لفظ الآيات الواردة في هذه السورة وإلى الكلمات والأحكام أحكام مد الألف ومد الياء ومد الواو وكذلك أحكام التنوين والنون الساكنة والميم الساكنة كي يتسنى لكم تلاوة الآيات بشكل جيد يجب أن تعيدوا تلاوة الآيات عدة مرات بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونبدأ الآن بتلاوة الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم إذن وصلنا إلى الآية السادسة في تلاوة سورة الصف وأتمنى عليكم مراجعة تلاوة الآيات عدة مرات كي يتسنى لكم تلاوة الآيات ولفظ الأحكام الواردة فيها بشكل جيد ونفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم ونعيد الآن تلاوة الآيات مرتان أخرى بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم إذن نقف عند الآية السادسة من تلاوة سورة الصف وأتمنى إعادة تلاوة الآيات من أول السورة إلى الآية السادسة والانتباه إلى ما ورد فيها من أحكام نفعنا الله وإياكم وكافة المسلمين بالقرآن العظيم وجعله في ميزان حسناتنا جميعا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته